طبعا طب نقدر توافقنا؟ ولا احنا جايين بثقافة متشباة عبده؟ لا هو الحقيقة في حاجات كتير يعني احنا عندنا تقريباً 8-10 حاجات بتخلي الموظف يبقى عنده انتماء وولاء وعايز يشتغل واحداً من ضمنهم هو الشغف بتاعه هل الشغف بتاعه متوافق مع اللي المكان بيعمله ولا لا؟ أوكي الإدارة والمديرين بتوعه زي ما يكن بنقول عليها اللي هي ازاي بقى بقدره دلوقتي يبقى اسمها اتنشن ازاي بقى بشوفه وبشوفه في الحلو الوحش مش بس بقوله برافو لما يعمل حاجة كويسة لكن ازاي بقعلمه وبقباره بالذات الجيل بتاعنا انه بيحتاج ان حد يبقى طول الوقت بصص له حاجة من الحاجات اللي هي الماليات بيقبض كويس ولا بيقبض مش كويس العلاقات اللي بقى الشغل انا بقعد في الشغل اقدم اقعد في البيت واكتر ساعات فالعلاقات موجودة ولا لا ان انا بقى عارف النقط اللي عندها احنا بنحتفل ان احنا انجزنا انجازات ولا لا وجود رؤية وهدف للمنظمة او للشركة اللي احنا فيها موجود ولا لا كل الحاجات دي لما بيبقى فيها حاجات كتيرة متخبطة مش موجودة او مش مفعلة ده بيخلي الموظفين مش حابين المكان بيدوروا على مكان تاني على طول بنسميها تيرنوفر او ان انا غاير الشغل على طول بيعلى ما حاش بيتطوع انه يعمل حاجة فيها تطوع يا جماعة يلا او حاجة ازيد من المطلوب حاجة ازيد من المطلوب على قد فلوسهم الغيابات الناس بتدور على اززاي دايما نغيب وده ياخدنا كمان لحتة ساعات العمل وياخدنا لان انا اؤثر اليوم او اؤثر الوقت بتاع الاسبوع انت شايف انه ده صحي ولا مش صحي هو مش فكرة ان انا اخد اجازة اكتر هو فكرة ان اعمل ايه بالاجازة وليه لا انا عايزة اعرف اهم ليه في ساعات الشغل يعني لو قلنا انه انه الشخص اللي بيشتغل 12 ساعة في اليوم ده وفيه ناس بيشتغل 12 ساعة اشتغله عشرة ينفع ويقدمه نفس النتيجة او احسن اه اكيد ينفع ينفع واحنا لما بنيجي نعمل تدريبات ساعات بنطلب من الناس حاجات معينة يعملوها في ورشة التدريب وبنقولهم طب لو احنا اصدرنا الوقت للنص وطلبنا نفس الحاجة هتعرف ولا لأ فعلى طول مخوهم بيبتدي يشتغل هو انا ايه المختلف اللي اقدر اعمله اللي يخليني انجز الشغل في وقتها اقل يعني فكرة وضع الاهداف بالزبط ان انا بقى عارف انا عايز اوصل لايه لانه اوقات كتيرة قوي انا اصلا مخي معمول عشان يشتغل ويفضي الافكار اللي فيه لأكشنز او لحاجة هتتعامل مش انه يقضي يخزن افكار افكار مفيش حاجة منها بتتعامل فدي حاجة الحاجة التانية انه لو انا فعلا باخد وقت راحة صح انا بعيد تجديد الطاقة بتاعتي دراسات اتعملت انه الاجازات اللي هي الناس بتبقى عايزة تأجز كتير وتغيب عشان عيانة بتقل الناس بتدور على طرق تانية تحاول تنجز بيها الحاجة لان هي عارفة انه انا خلاص الوقت هيخلص فانا محتاجة اخلص الحاجة اللي عندي وده ممكن يزود الانتاجات تحاول 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 ت شكرا